اشتركوا في القناة وهو واقف جال جتلو انت يا صاحبنا قلتلو نفتي افتح مصر واروح ارضع عمر قالك ايه دا يا صاحبي مصر مش سهلة مصر دي قيمة كبيرة قلتلو مصر لو جعنا تغزينا مصر لو عطشنا حتسقينا فيها قناة امير المؤمنين فيها ارض فيها زراعة فيها امح فيها خير فيها ناس ملهمش زي يا صاحبي اسمع كلامي انا الخليفة يا خليفتي يا امير المؤمنين اسمع انت كلامي ما عنديش ليك يا صاحبي الا 3000 بني ادم خدهم وامشي وفيه جواب لو وصلك قبل مصر اركع ما تخشش انت جريت يا صاحبي وجريت على ارض مصر ودخلت العريش وفي المسا عيد ليلة العيد اعدت وكلت وشربت ومنها عديت ودخلت على ارض مصر لقيت البيزنطيين وقفلك بيقولولك مش هتعدي قلت لهم بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في ابنى الارض انتوا اتغلبتوا وربنا اداكوا الانتصار ولكن احنا مش بتوع مؤتة احنا دلوقتي القوة الاسلامية جايين نقول مصر تبقى دولة لكل الاديان دولة لكل وقام اللي في الدنيا مسيحيين مصر كانوا جمال كعدتهم فتحوا لك الباب وقالوا لك اهلا وسهلا ومن بابلون عديت ودخلت ونصبت خمتك يا صاحبي ومن خمتك بنيت مدنتك فاستطتها والعالم كله شاف من ساعتها خيرها وعزها شكرا لك يا قائد يا عظيم يا اللي جبت الخير وجيت بالاسلام لمصر مرضى لك حلوانك بله عزمز yağ حلوانك مرضى لك